السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله معكم وانس أحمد في هذا الفيديو ننسى كيفية تصميم هذا البرج الاصطيواني باستخدام برنامج الرينو فأول شي نضط على file ثم new ونختاره small object meters بعد ذلك ننسمه طبعا شكل الاصطيواني نضط على كل ماوس اليمين هنا ونختاره الشين نختاره نقطة الأصل قليك حدد النقطة ولتكن هي 0 ثم نضط enter لنصف قطره متاعه وليكن عشرة ثم انتر طبعا نتحدد الطابق وليكن اللي عنده هنا نمشي البرسبكتف view ثم نمشي هنا ونختار shaded بعد ذلك نبدأ نحدد الشكل متاعه وندير نسحبه شوية من جهه اليمين وليكن بالكيفية هذه بعد ذلك نبدأ نحدد الشكل الاصطيواني متاعي ونضغط على تفجير ونضغط على هذا تأكد ان كنت تأكد ان كنت المفاعلة اهم شيء تكون مفاعلة لو كانت مش مفاعلة لن نفعله طبعا نحن نبقى نمشه شوية لو كان مشيته هكي سيمشي في تجاه واحد لكن انه يمشي في تجاهين فنضغط على shift وليكن بالكيفية هذه وليكن بالكيفية هذه لعند وين لعنده هنا كويس نسحبه شوية لعنده هنا كويس تمام بعد ذلك هذا عبار عن طبق الاول هذا طبق الواحد فنحن نبدأ للنوافذ متاعه فنحن اول حاجة نطرح الشكل الاصطيواني هذا نديره على الارض عن طريق عن طريق عن طريق نحدد السطح متاعي هذا ونضغطها لكليك الماوس اليمين اذا ترحولي على الارض دعنا نسحبه شوية الاسفل نرسم النوافذ طبعا النافذة كل واحدة نبيها تكون متساوية فنحن نديره نقاط على هذا الشكل تكون متساوية عن طريق التقسيم فنختاره امر divide اللي هو التقسيم انتر ثم تحدد الخط هذا ثم تضغط كليك الماوس اليمين لعدد كداش وليكن 15 إذا اصبح كل نقاطه ما على طوله يعني فيه خمس نقطة كويس بعد ذلك نختار امر الريكتانجل تأكد انك انت او سناب مفاعلها لو كان مش مفاعلها مش هتقدر تحدد نقطة هنا فنحن بفعل او سناب وفعل الاندهي خلي عليها علامة صح ونرسمه المستطيل امتاعنا واليقوم بالكيفية هذه بعد ما ارسمت هذا نضغط على كنترول ضغط على نسخ لسق اذا تمام بعد ما درت على نسخ لسق نبي انحدد هنا نبي ان نمشي في الاتجاه هذا هيك يمشي في الاتجاه واحد لو كان نضغط على shift نقدر نمشي في الاتجاه هين وليكن وليكن اللي عنده هنا كويس نحدد المستطيل هذا بالشفت مع المستطيل هذا ونضيف ونضغط على نسخ الذي يمشي في الاتجاه خصوص بإجهار بعد ذلك نرسم مستطيل نرسم Service اللي هي النافذة Service عن طريق اختيار Rectangle Plane ونحدد من النقطة هذي نعند النقطة هذي نحدد Service المتاعي ونديرها في لير ثاني بروحة ندير Change Object Layer إذا أصبح عندي النافذة هذي وأصبح عندي هذي خلي نفاعلها كويس خلي نحدد النافذة Service ونحدد بالشفت مع هذي وش ندير تواني نديرها Array Linear Array Linear على طول الخط هذا فنختار Array Linear لعدد 15 على حسب النقاط يدرناها ثم Enter ثم نحدد النقطة الأولى هي Reference هذي لعند النقطة هذي إذا نرسمت النوافذ امتاعي كويس بعد ذلك بعد ما أرسمتها خلي نحدد النقاط ونخفيهم عن طريق تحدد النقاط عن طريق Select Points وتدير Delete تمسحه كويس بعد ذلك شنو ندير ندير النافذة هما نحطهم في السطح الدوراني هذا عن طريق أمر هو Flow Along Service ونختار هذو كلهم ثم نمشي لعنده هنا نريد ان نضع خط السفلي نقوم بإنه خط السفلي نضع ونضع ثم نضع ثم نضع ثم نضع اصبح النوافذ على شكل امتاعي دعونا نمسح اصبح بالكيفية دعونا السطح كبير دعونا نصغر قليلا تسحبه وتضطع الشفت اهم شي يكون في الاتجاهين ممتاز نفس الشي سطح السفلي ندير نفس الشي هذا لكن نضغط على الشفت اهم شي يكون في الاتجاهين نحدد امه جديد ونضغط على النقطة الزرق نديرها بالكيفية اصبح هذه القاعدة او هذا الفواصل بين كل طابق و طوابقنا كويس بعد ما ارسمت النوافذ بعد ما ارسمتهم ندير ندير ArrayPooler يعني نمشيهم لعند اعلى فنختار من Perspective View الطوابق متاعي نرسم عن طريق امر ArrayPooler نختار الشكل متاعي هذا قبل نختارها عفوا نمشي من Perspective View نمشي هنا ندير Dimension نحسب المسافة Linear Dimension المسافة من اعلى لعند اسفل المسافة 7.16 احفظوها الرقم نطلع لكم احفظوه ان اطلع لي 7.16 ندير ArrayPooler بولر ونختار الطابق متاعي نضغط المسافة 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 نغير ZOffset نضغط عليها نكتب الرقم نطلع لي 7.16 نضغط Enter ونضغط الـ زاوية المسافة 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 نضغط الـ نضغط الـ ثم نضغط لك الموضس اليمين مرة تانية او هكي ارسم الطابق متاعي بالكيفية وهذا هو الشكل المسافة طويل شوية مش مشكلة فنمشي نشوفو نظام render مش واضح كويس خلونا نمشي النظام الثاني اللي هو يوليكم هذا هو الشكل المتاعي البرج هذا هو البرج المتاعي بالكيفية هذه ترى مش واضحة هاي وهكي ممتاز اذا هذا هو البرج المتاعي ورسمناه عن طريق برنامج الراينو فيه عرفنا خصيد كيفية عمل نوافذ على الشكل الاصطيواني وعمل ادوار وهذا هو الشكل المتاعي في الاخير نتمنى تكونوا قد سفدتم معي في هذا الدرس على من اللقاء بكم في درس قادم بعون الله تعالى شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة ورحمة الله